سؤال التالي بيقول لنا جار محترم جدا لا يتأخر عنه في اي شيء ابن مقدم على مسابقة في بنك ربوي وعم مدير بنوك وله صدى بهذا البنك وجرنا طلب مني أو طلب من والدي أن يتشفع لولده ليقبل في وظيفة في هذا البنك والد متحرج يعمليه الجواب عن هذا إن أمكن صرفه عن العمل في هذا المجال برفق فذلك حسن فلا شيء يعديل السلامة والولد في أول طريقه وقد يوسع الله له أعمالا بديلة لا توقعه لا في الربى ولا في الريبة لا في الحرام ولا في الشبهة طب إذا لم يتيسر توسط له في عمل لا يعرضه للحرمة المباشرة الصريحة فإن أعمال البنوك منها ما يحرم ومنها ما يحل ومنها ما هو في موضع الشبهة وحول العمل في المصارف الربوية صدر قرار عن مجمع فقاء الشريعة بأمريكا أسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب أو يكتمل عقده يقول قرار المجمع الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربى ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله وهم سواء ما اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها اسمع الفقرة التالية وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم وأن يبذل جهد في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات والمجمع لا يرى مانعا من تطبيق هذا الحق على العمل في المصارف الربوية فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربى كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك والله تعالى أعلى وأعلى